عبد الفتاح الأسري نجم فوق العادة كنت أقول لأحمد رمزي بحسدك عليك شغلت مع عبد الفتاح الأسري عبد الفتاح الأسري الجزويتي ده راجل الخريج مدرس فرنسوية لهجومة المعينة لما بينطقها السينما بتضج بالصفير والضحك والإغماق ممثل له نكهة خاصة له طعم خاص فعلاً نحت في الصخر عشان يعمل الإسم الكبير ده ورغم إنه كان من أكبر كوميديانات مصر إنما ما حصلش على لقب نجم الكوميديا الأول كان دايماً النجم المساعد كل أدواره يعني في الدور التاني النجم يجيبه عشان يعلي الفيلم وعشان يعلي المشاهد ولكنه بطل تاني عبد الفتاح القصري من عائلة تنتمي إلى العهد الفاطمي عائلة مباركة يعني كان يعني اتولد من أسرة غنية أبو كان جواهرجي كبير قوي له اسم اسم كبير اتعلم في مدرسة الفرير الفرنسية في حي الظاهر وكان ما شاء الله يعني متفوق في درسته متفوق في اللغة الفرنسية اللي كان بيوجدها بطلاقة عفتاح القصري الجزويتي ده ده راجل خريج مدرس فرنسوية ويعني لا حدا تخير طبعاً لأنه لا مفقف جداً خريج المدرس الفرنسوية جزويتي زي ما بيقول على الاخوة المتعلمين للغة الفرنسية لا كان جميل كان جميل هل ينكر أحد أنه طلع في مشهد أو شط ومحدش انتبه انتباه عظيم وضحك من قلبه لا كان شديد الخصوصية طبعاً لكنه وبنيت حياته انه يمسر وبنيت حياته انه يكون نجم زي نجوم الكوميديا اللي موجودين قاعد يسعى في مجال الفن ومجال المسرح لأنه نفسه يشتغل قد ما وصل لفرقة عبد الرحمن رشدي وعرض نفسه وعبد الرحمن رشدي لقى فيه كاراكتر جميل ولذيذ فشغاله هم يومين وجات الدرايب رح يتقبض على عبد الرحمن رشدي وقفلت المسرح وتم اعلان الافلاس ايه الحظ اللي ما اعلان بله ربنا ده مشي قاعد يسعى شمال يمين حد وصف له قال له لا انت مستواك مستوا جورج أبيض حرام تضيع فنك وتضيع موهبتك دي في أماكن يعني ملهاش لازمة ما كدبش خبر وراح على فرقة جورج أبيض وتكلم معاب الفرنساوي والرجل لقى قدامه شخصية مصقفة وكاراكتر لذيذ فشغاله المسرحية درامية فكان المفروض يتكلم كلام ويقول ديالوج الناس تبكي تعيط تجفف دموحها وطالع عم عبد الفتاح كل ما يقول جملة من جمل مصرحيات جورج أبيض الناس تروح وقع فتصانة من الدحك يخرج ايه عبد الفتاح في الكواليس يقول لفندي ما انا بقول للديالوج ادخل يخش تاني يبكي ويعيط ويحاول يقد الدراما تروح الناس دحكة الأستاذ جورج أبيض لقى مصرحي طبازة لها طيلة كوميدي ولا طيلة دراما ينهر سود ده جمهور جورج أبيض رفدوا رفدوا مش عارف يروح فين سمعته فاحت في منطقة المسارح الراجل النحص اللي ما بينجحلوش مصرحية لو راح مصرح يتقفل لو راح مصرح الجمهور يموز طب يعمل ايه سمعوا أستاذنا أستاذنا جيب الرحاني صائد النجوم الشباب اللي زي دول هلقم هتولي الوقت ده اللي بيطلع يعاية الناس يدحكهم ده أنا معرفتش أعملها هتوم لأ نفسه قدامنا أجيب الرحاني ومش متخيل وعايز يقولي يا أستاذ أنا بحبك والله ما تشغلني لأجيب لك نحص ولا المصرحية تقفل ولا أنت تموت فأنا جيب الرحاني اقتنع بشكله وبكاركتره وشغله أول ما رسمله كاركتر معين في المصرحية لقى نجاح رهيب ونجاح لم يسبق له مسير وكبر عبد الفتاح الأصري في مصرح نجيب الرحاني وبقى ياخد أدوار رئيسية يضحك ويبكي ويمثل بقى نجم كوميدي من الطراز الأول وكنت أقولي أحمد رمزي بحسدك عليك شغلت مع الفتاح الأصري شخصية جميلة أنت جبتها بفتاح أصري تاني؟ يعني ممكن لحبيبي وحبيبنا كلنا محمد ريضا اللي أرحبه قرب شوية من ابن البلد لكن ما حدش عمل اللي عمله الرجل ده والآن أيها الإخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان أسلم حسن فند القبطان وابن حميد أفند القرصان المفتاح الزهبي للباخرة العظيمة نورماندي بس أنا الحمد لله حتى تستفرستي أوه عباس فارس أوه حسن فايق لأن أنا اشتغلت في مصرح الرحاني ست شهور بعد عادل خير من توفاه الله بعادت لي الأستاذ بديع قال لي أخوك عادل توفاه الله وإحنا داخلنا على موسم إسكندرية وعايزك تعمل ثلاث روايات أستاذ فرقة الرحاني دي تاريخ هنقف إزاي معاهم المهمة يعني أقنعني واشتغلت فاشتغلت مع كل دول إيه ده إيه استفرستي ده يا خبر إسوح ده حدوت إزاي تاريخ السينما يجهل هذا الرجل عباس فارس حسن فايق بس كل نفسي أشتغل مع الأسر وزينات صدق دول يا خبر استمر لفترة معنا جيب الرحاني لغاية ما قالوا أستاذ نجيب الرحاني توفاه الله وفجأة لقى نفسه هيروح فين هيعمل إيه الظهر الوحيد والبسمة الوحيدة اللي كانت في وشه معنا جيب الرحاني راحت فرح لاجئ للفنان صديق عمره إسماعين ياسين وإن إسماعين طبعا كان سمع بيه عندنا جيب الرحاني فقال له أهلا وسهلا وكان شاريك من الطراز الأول لمجميع مصرحيات إسماعين ياسين كان كتفه بكتف إسماعين على المصرح الاتنين بيعملوا الشو سوا بيتبادلوا الإفهات سوا بياخدوا السوكسي من الجمهور سوا لقى نفسه في مصرح إسماعين ياسين ابتدى إسماعين ياخده في الأفلام ابتدى يشتغل مع إسماعين مصرح وسينما استمر التعاون بينه وبين إسماعين ياسين في المصرح وفي السينما فترة طويلة عمل أفلام مع إسماعين ياسين كثيرة جدا ومع فنانين آخرين انتشر كنجم وانتشر كممثل إلى أن جاء يوم وهو على خشبة المصرح بيمثل مشهد كوميدي وفجأة وإسماعين ياسين على المصرح وهو على المصرح والمفروض إنه انفصالة ميتة من الدحك إنه بيتبادلوا لتنين إفهات وفجأة صرخ عبد الفتاح الأصل صرخ بعزم ما فيه أنا مش شايف أنا مش شايف إسماعين حس إن ده خارج النص الصرخة دي اللي طلع شرخة صدر عبد الفتاح الناصري وفي نفس الوقت صدر إسماعين ياسين إسماعين حس بيه قال له سلامتك يا حبيبي وخدها بشكل درامي وراح رايح ماسك إيده لما لقاه ابتدى مش عارف يتحرك حوالين نفسه وخده على جوه قال له مش شايف يا إسماعين قال له يعني إيه يا باب فتاح قال له مش شايفك أنا تعميت يا إسماعين أنا تعميت يا أخويا أنا مش شايف قدامي مش شايف يا ناس نظري راح يا إسماعين وتنه يقول نظري راح بقى كرشانده صوته بيعلى صوته بيعلى نظري راح نظري راح الرجل اللي كان بيمتاز بيعينين فيه ومحاول بيضحك الناس الزمن ما اكتفاش بانه أحول سحب منه النظر ابتدت الدنيا تكشر عن أنيابها لعبد الفتاح القصر بعد ما أصيب بالعمى في الوقت ده كان هو تزود من بنت الزهيرة وابتدى حياته قاعد في بيته مش عارف يروح فين مش عارف يجي منين لا حد حيشغله أعمى ولا حد حيعطف عليه حتى في هذا الزمن الجاعد في الوقت ده كان متبني شاب صغير لأنه كان لا عنده طفل ولا بنت ما كانش بيخلف كان نفسه يخلف وكانت الزوجة دي هي الزوجة الرابعة ليه والولد اللي متبني ده اللي بيعطف عليه شغال عنده بقال تحت البيت شوفوا الزمن لما بيقصى على بني آدم البنت ارتبطت بإعلاقة مع هذا الولد اللي متبني عبد الفتاح القصر وفي الآخر كانت هي أقصى من الزمن الفتاة اللي كانت بسمة أمل الزوجة الرابعة اللي كان بيحبها قوي وكان بيحس إنها هي الدفاة هي البسمة اللي ليه بعد ما بعد ما اتعمها وجد هذه البسمة وهذه الضحكة بتقوله يا عبد الفتاح أنا مش هقدر أعيش معاك أنا صغيرة على إني أقعد مع رجل أعمى أنا عايز أعيش شبابي عايز أعيش حياتي طلقنا الله يرضى عنك وردخ عبد الفتاح القصر وطلقها شوفوا بقى شوفوا الجبروت بتاع البشر اللي أقوى من الحيوان المفترس بعد ما طلقها وهي مقيمة قاعدة عنده جاءت قايت له عبد الفتاح أنا حتجوز الولد المتبني الرجل اتصدم قال لأ أنا متبني اللي أنا ربيته اللي أنا صرفته عليه بتسبييني وتتجوزين الدنيا بتطعن فيه من كل ناحية من كل ناحية طعنات قصية طعنات فيها افترة وهو مستسلم ولا حتى بيشتكي لحد من زميله زبلاء الفنانين بيجمعوا فلوس ويدهالوا بيحاول يلموا من بعض ويرخولوا كان على رأسهم العظيمة برينسيس السينما المصرية هندو روستون كانت تجمع منهم السنين وتروح له تديله اسماعيل ياسين ما تخلاش عنه معظم النجومة معظم الناس كانوا فعلا بيحاولوا يساعدوه في محنته اللي هو فيها عارفين كانت طالقته بتعمل ايه تاخد الفلوس اللي الناس بتجيبهاله وتصطحب زوجيها الجديد تشتري له بدل تشتري له هدوه وتفسحه وتأكله وتغذيه فلوس اللي جات لعبد الفتاح القصر عشان يصرف على علاجه وعلى نفسه بيها هذه الأفعة بقت تاخدها وتروح تصرف على جوزها الجديد شوفوا بقى المصيبة الكبيرة اللي حطت على دماغه عبد الفتاح القصر جات البلدية والتنظيم قررت هدم البيت اللي قاعد فيه عبد الفتاح القصر طب يروح فين وعرفت صديقته نجوة سالم هذه الكارثة وهذه المصيبة والنجمة الكبيرة ماري مونيب عرفوا حكايته رحوا رايحين على طول شايلينه وودوا على الأصر العيني وابتدى الأصر العيني يكشف عليه التكاترة يكشف عليه في الأصر العيني واكتشفوا أن السكر وصل إلى أقصى مدى وحالته يرسله قاموا بعلاجه وبإعطاءه الأدوية وأوى إلى آخره وتحسنت حالته بعض الشيء لكن لابد نبقى أن يغادر المستشفى راحت الفنانة نجوة سالم رحمة الله عليها راحت لصلاح الدسوقي محافظ القاهرة وقت إذن حي المحافظ قرر فورا لعطاءه شقة في مساكن المحافظة في حي الشرابية في الدور الأول إجارها 280 أرش وراح عبد الفتاح القصري على الشقة الجديدة خادته نجوة سالم وماري مونيب مراته ما ثبتوش طلقته ما ثبتوش هي وجوزها لأن البيت وقع والبيت تشال طب دول حيروحوا فين راحوا رايحين معاه على شقة الشرابية شفتوا أقصى من كده شفتوا أسوأ من كده في الدنيا يعني رجل طلق هذه السيدة وتجوزت وأعداله فلوس تجيله تتخطف تتصرف على حبيب القلب حتى لو فلوس علاج قاعدوا معاه في الشرابية مش شايفهم إنما بيسمع تأوهاتهم بيسمع كلامهم بيسمع منايجاتهم في الحب منايجاتهم في الحب الأيام بعد أن أقام بقى في الشرابية مع الاحتلال بتاع مطلقته وزوجها أحب تزوره الفنانة الكبيرة ماري مونيب ومعها صديقته الفنانة نجوة سالم ورحولوا البيت خبطوا فتحت الطريقة قتلهم نعم كبارة قوي يعني قلولوا عايزين نشوف عبد الفتاح قتلهم لا دا مش موجود خرج وراح تقفل الباب مفيش أي حدود للأدب فجات ماري على باب العربية قتلها نجوة عبد الفتاح جوه والولاية دا مش عايزنا نشوفه فيه سر تعالي راحت مخبطة ماري مونيب الست دي بتفتح راحت ماري مونيب زقاها بقوة قتلها أوعي قتلها أعطي لعد الفتاح نايم فأني وقوضة فالبيت تحسد بخوف قتلها طيب ثانية واحدة شوفه صاحي ولا لأ دخلت خرجته فماري مونيب دخلت عليه بتقوله زاكي عبد الفتاح زاكي يا حبيبي عامل إيه ما عارفهاش فقد الزاكي يا راحت قالت له ما لك يا عبد الفتاح فيه إيه هلك بيتضحضرت يوم ورا يوم ليه يا عبد الفتاح بتقولي فيه إيه نختك بانفعال شديد ماري مونيب اللي بتضحك توب الأرض الدموع كانت في عينيها ويا بتقوله مالك فيه إيه بحكيلي الساة دي عاملة معاك إيه وبتالي توجه الكلام والزعيق لطلقته أتلقى تفضلي للبسيه بسرعة راحت رايح ملبساه واستحبته هي ونجوة سالم وراحت طالع بيها على مستشفى الدمرداش دخلته مستشفى الدمرداش في جناح خاص على حسابها وطلبت أقوى وأحسن علاج في الدنيا لصديق عمرها ولزمالها عبد الفتاح قعد عبد الفتاح في مستشفى الدمرداش حوالي خمستاشر يوم لتلقى العلاج وماري مونيم ونجوة سالم شب مقيمين معه واحدة يمشي التانية تقعد واحدة بات التانية تروح حب وحزن شديد على رجل تلطن في الدنيا بشكل قاسي جدا لما لقيت الحالة تعبت قوي ومستشفى الدمرداش اديته أقصى ما يمكن أنها تدهوله ماري مونيم راح تشايله واخده على الأصر العيني لما كان من أسادزة كبار ويعني من علاج متقدم في الأصر العيني فرح تاخده موديه هناك حالته تتدهور الزاره اتنين ما يعرفهمش المطرب عبد الحالي محافظ والمطرب الحج محمد الكحلاوي مشتغلوش معاهم ما يعرفهمش وما يعرفهمش إنما تاريخها فتح القصر جواهم عبد الحاليم في أز مجده راح له وقال لهم اللي محتاجه عبد الفتاح نتحت أمره الحج محمد الكحلاوي قال لهم ده أخويا وقشرة عمري اللي هو عايزه نتحت أمره كانت ماري مونيم كل أمالها في الدنيا إن عبد الفتاح هيخفه ويعيش أو على الأقل هيثبت على حالته دي ويعيش مش ما يموتش وبتالت فعلا تجمع من الفنانين ومن الممثلين تقولهم عايزين دي لما عبد الفتاح على أساس لما يخرج من المستشفى يلاقي فيه فلوس يقدر يتعايش بيها يقدر فلوس يقدر يصرف منها وبدأت ماري مونيم تجمع بشكل أو بآخر من كل الفنانين كان أكرمهم الكريم الجميل المطرب فريد الأطر دفع ميت جنيه ميت جنيه في هذا الوقت مبلغ وقدره عبد حليم حافظ دفع اتبرع بخمسين جنيه شادية اتبرعت بعشرين جنيه ماري مفخر دين اتبرعت بخمسة جنيه يعني فكرة المبالغ دي ما غيرتش وليه لها في الوقت ده يا اخوانا المبالغ دي كانت كبيرة المبالغ دي كان لها قيمتها المادية في الوقت ده فعلا يعني كان الجنيه ومصر جنيه ولكن المبالغ دي اتصرفت على جانسته وعى المقرئين والفلوس اللي فضلت مع ماري مونيم كانت كل خميس تقيم الحفالات الدينية والحضرات الدينية على روح حبيبها واخوها المرحوم عبد الفتاح القصر اشتركوا في القناة